موسيقى مساء الخير مرحبا بكم عزيزي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج بلا رحمة مؤخرا كثرة وعلت أصوات مختلفة تنتقد إدارة الرئيس هادي وحكومة الدكتور معين وتهاجم بشدة وبقدر أعلى تحالف دعم الشرعية وخاصة السعودية والإمارات ومن الغريب أن بعض هذه الأصوات من القيادات المسؤولة في حكومة وإدارة الرئيس هادي ومنها رئيس الوزراء سابقا الدكتور أحمد بن دغر ونائب رئيس الوزراء الأستاذ رباري وبعض الوزراء بأمثال الأستاذ صالح الجبواني فلماذا هذا التغيير وما هي الأسباب هل معاناة اليمنيين التي باتت نثير قلق العالم بأسره هي السبب أم أن هناك أشياء أخرى مثل التحضير لتصالح مع الحوثي أو أن سوء إدارة هذه وفساد حكومة الدكتور معين وعبث التحالف كما يصفى المنتقدين هي قد فاقت حدها وبالتالي أصبحت سببا رئيسيا أم أن هناك مصالح شخصية تقف خلف هذه الأصوات ومن أبرزها طبعا من أبرز هذه المصالح البحث عن حلفاء جدد وتشكرات جديدة وتمويل جديد اليوم ضيفي المميز سيحاول بقدر استطاعته أن يوضح لكم ما سبب هذا التغير في الآراء ليس فقط لأنه من أوائل الشخصيات التي ثارت على إدارة هذه وعلى التحالف بل لأنه ينتقد الجميع بلا رحمة ويتفق مع الجميع مشاهدين رحبوا معي بالأستاذ صالح الجبواني وزير النقل السابق مرحبا بك أستاذ صالح والنبدأ من المستقدات إلى أين تسير اليمن في ظل الأوضاع الحالية هو طبعا الوضع معقد جدا كما تفهمون الهجوم الحوثي الشرس على مارب الاستماتة الحوثية في السيطرة على هذه المحافظة وضع حكومة الدكتور معين عبد الملك التي وقفت عاجزة إمام كثير من الملفات وأهمها الملف الاقتصادي كمون إدارة الرئيس هادي في الرياض التخبط الذي ساد التحالف عدم وجوح الأهداف عدم وجود استراتيجيات هذا المشهد كله خلق وضعا معقدا واختلطت الأوراق لدى الكثيرين وأصبح الكل تائه وكأننا نمضي في سفينة في بحر ليس له قرار ولا ما ينبع عن أننا سنصل إلى بر الأمان طيب ما رأيك بمبادرة البندغر وإقباري حول إيقاف الحرب والبيت بحوار بطني هل هو في إطار الشتات اللي ذكرته أم أن هناك رؤية لمرحلة قادمة؟ لا هي مبادرة الدكتور بندغو جواري جاءت في ضوء هذه المعضيات كلها حينما أصبحت القوات الحوثية على مشارف مارد وهي آخر قلاع الشرعية في المحافظات الشمالية ووصلت الأوضاع الاقتصادية إلى هذه النقطة الحريجة الناس على مشارف الجوع وأصبح ليمن كانتونات كانتون الحوثي في صنعة كانتون الانتقالي في عدن كانتون في الساحل الغربي تبع طارق وبقية مناطق الشرعية تشبه الكانتونات كانتون معزول في تعز وفي مارب وفي حضرموت وفي شبوه هذا الوضع طبعا حتم على بندغو جباري ومعهم كثير من الوطنيين أن يقولوا البلد يمضي إلى التقسيم اليمن يمضي إلى التقسيم اليمن يمضي إلى الانهيار الشامل اقتصاديا الناس على حافة المجاعة التحالف كما تفهمي يتبرعوا للدول الأخرى من 10 مليار من 15 مليار وهم يخوضون حرب شرسة جدا على أرضنا ومع ذلك لم يأتوا بوديعة مليار 2 مليار لكي تنقذ الاقتصاد لكي تنقذ الناس من شبح الجوع نعود للدعوة أنت ذكرت فيما يتعلق مع بعض الناس يعني الدعوة جاءت على هذه الخلفية لكن أنت ذكرت النقطة مهمة بأن الحوثي على مشارف مأرب هل أتت دعوة إيقاف الحرب لأنكم تعتقدون أن الحوثي سينتصر في مأرب؟ لا هي دعوة السلام دعوة أصيلة يعني الكل يدعو الشرعية تقول السلام والسعودية وكل لكن بندقر وقباري قالوا ندعو إلى السلام وفقا للمرجعيات هذا ما تطرحها السعودية هذا ما تطرحها الشرعية هذا ما تطرحها كل الأطراف لماذا الناس يستقربوا هذه الدعوة؟ لأنها تحاولت الشرعية وفشلت مع الحوثي فأرغب لماذا تتعادل مرة أخرى؟ لا 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 لأن السعودية كان لها وجهة نظر في هذه المبادرة والمطابخ الكثيرة التي تشتغل من أبوظبي إلى الرياض وجهت الناس حملت لهم توجيه طبعا الشرعية في المقدمة للهجوم على الدكتور بن دغر والهجوم على المبادرة طبعا لأنه في نقطة حيية أستاذ يعني مثلا الشرعية حاولت وقدمت مبادرات لكن الحوثي لم يستجيب لها فهذا واضح لا لا القضية ليست عند الحوثي الحوثي يستجيب ما يستجيب هذا موضوع ثاني لكن طرح السلام بالنسبة لنا معامل هو شيء مركزي يعني نقطة مركزية أن نطرح السلام وفقا للمرجعيات المحروفة مع الحوثي والحوثي يتحمل مسؤولية رفضها لهذه المبادرة بس يعترفوا بأن الحرب فشلت هذه النقطة قديدة يا أستاذ لا هذا وزير خارجي السعودي قال لقد وصلت الحرب في اليمن إلى طريق مسدود وإذا كانت القوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على أبواب صنعة واليوم نقاتل على أبواب مارب هل نحسب هذا التقدم؟ يعني متفقنا أنتم مسؤولية أن الحرب فشلت لصر على الحوثي لا لا نحن لا نقول الحرب فشلت هذا ما قالت المبادرة لا الوضع صار في حالة من الركود الحوثيين الآن يقاتلون علشان يسيطروا على مارب وهذا هدف إيراني تفهمين في القنوات الإيرانية وقنوات حزب الله مارب تنتصر مارب تنتصر معركة مارب هي معركة استراتيجية بالنسبة للمنطقة كلها مش بالنسبة للمنطقة الوحدة فلذلك كيف نعزز الدفاع عن مارب ونحوله من دفاع إلى هجوم يعني التحالف هذا السعودية والإمارات منذ سبع سنوات منذ بداية الحرب حولت الكثير من المناطق إلى حالة دفاع بس نحن ندافع عن مارب لكن نترك الحوثي في هذا المنطقة الجبلية وهذا التقزيم والكانتونات اللي قلت لك عليها تسدد مع الوقت حتى تصبح حقيقة واقعة والمبادرة حولتها الفشل يعني إذا كانت الإمارات حولتها للدفاع مبادرة بندغر أحبطت الناس وقالت حين فشلنا لا 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 هم شوفي المطابخ طبعا اشتغلت وهذا شغلهم لا هذه المبادرة وابحة قرأتها يا أستاذ طبعا قرأتها خلصوا قالوا أننا فشلنا الآن الآن الشي حوار لا 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 هم لم يقولوا الفشل قالوا فشل قالوا أن الوضع يوصل إلى طريق مسدود طيب هو طريق يعني متفقن مع السعودية قال لي فين مؤشرات النجاح في أي اتجاه ما فيش بس ألا تقدرنا رغبة يعني التاريخ وعيد نفسه ألا تقدرنا رغبة من قبل السعودية وأنتم أدواتها في تفكيك الشرعية عشان تبدأوا مرحلة سلام مع الحوثي حلوة حلوة أدواتها أداة تهادي ومعين والمجموعة كلهم أما نحن يعني لنا طرح متميز لا الآن متفقن أنتم من السعودية في أنه وصلتم إلى طريق مسدود وطرحوا يدكم بيد الحوثي أن أقصد تكونوا صريحين للناس أنت أقول قوي تطرح ما تريد بقوة إذا كان طرحنا نحن والسعودية ماتفق ليش سعودية هاجت وماجت على هذه المبادرة أنت قلت الآن أنه الوزيرة الخارقية السعودية طرح بأن وصلنا طرح وأنت الآن ردت نفس الكلام صح أو لا؟ أكيد متفقن أو لا؟ أنا أقول لك متفقن على تفكيك الشرعية؟ لا مش الغرض تفكيك الشرعية نحن الشرعية نعتبر أنفسنا جزء من الشرعية الشرعية المؤسسات ومش شرعية الأفراد الأفراد هؤلاء فشلوا الأفراد فشلوا ونقولها على رؤوس الأشياء هذا الفشل معين فشل البرلمان فشل وكلهم تحولوا إلى أدوات إلى أدوات لمشروع التحالف في اليمن هذا المشروع تفكيكي مع الأسف الشديد وكما قلت لك الحوثي فلي يبقى في صنعار هذا ما هو ما واضح بعد أن كانوا على أبواب صنعار يعني على أبواب مارب كما لك يعني كانتون الحوثي نترك له كانتونة نعمل كانتون في الساحة الغربي وأنتي تفهمين الحوثي يحتاج إلى البحر أنسحبوا من الحديدة وسلموها له يعني طب ألا تعتبر دعوة من دغر وقباري الآن نوع من أن يعني شكل أشكال الصراع الأقليمي يعني بين السعودية والإمارات وغيرها في دول خليق العربة لا لا ما لها علاقة الجامعة ليس لهم علاقة بأي دولة أنا أعرفهم وأنا رفيقهم ومعاهم على الطول طالما قدمت نفسك مدافع عن قباري وبين دغر خلي سألك سؤال ألا تعد قبارة الإنقاذ هذه على غرار المشترك لا شوفي أنا أدافع على الفكرة وأدافع عن هم يعني أي زميل صديق رفيق يمني مسؤول لديه توجه واضح وفكرة واضحة كيف ننقذ البلد أنا معا يعني أنت معاهم؟ أنا معاهم؟ أنت ضمن الناس المتفقين على قبارة الإنقاذ؟ أنا معاهم أنا معاهم طبعاً لكن شخص ينحرف عن أهداف شرعية عن أهداف عصبة الحزن عن أهدافنا في إنقاذ البلد اختلفنا أنا أنا أعرفه شخصياً وبيننا علاقة طيبة وثق فيك وعينك وزير النقر وعيني وزير وأنا كنت بعضي راسي معك ودافعت عنه وعن شرعيته لكن في لحظة ما عندما رأيت أن هذه الإدارة صارت عاجزة أنا رفعت صوتي وقلت لا لا يمكن ما سبب الفشل العسكري؟ ألا يعد قباري أحد الأسباب لأنه كان نائب رئيس الوزراء وهو الذي ساهم في تقليص أموال الجيش الوطني ومستحقاته؟ بأمانة هو استقال عندما شاف الحكومة انحرفت عن أو قسرت عن إداء مهمها استقال ألا يعد الفريق الركن علي محسن الأحمر هو المسؤول الأول عن الفشل العسكري؟ هو علي محسن جزء من منظومة الشرعية هو نائب في الأخير المسؤول الأول عن إدارة الشأن العسكري وغيره في اليمن هو الرئيس هادي علي محسن هو نائب ولذلك يتحمل جزء من الفشل طالبت الرئيس هادي بتسليم السلطة يعني أنه يعد في الأمر مجاملة للنائب لا، هو ليس مجامل أنا أقول لك حقيقة ربما لدى الفريق علي محسن الأحمر إمكانيات لم يستطيع أن يبرزها في ظل وجود هادي كمسؤول أول في البلد فبما أن هادي حسب وجهة نظري لم يعد يستطيع أن يدير الملف اليمني كما يجب دستورياً يأتي الناب بعد إذا عاجز الرئيس هادي يعني إدارة الشان اليمني باعتبارها رئيس دستورياً الناب يحل حل ومن يحكم أن الرئيس هادي عاجز أنت؟ الأحداث طوال سبع سنين تحكم أن هذه الشرعية وصلت برضا إلى طريق مستود لماذا لا تسمعنا هذا الكلام الخطابات منك من الدكتور بن داغر ومن الأستاذ جباري لم تسمعنا كيف نتب مناصبكم؟ بالعكس لا تستطيع أن تكوني متابعة للأمور أنا سمعت كل الثناء والتقدير من الرئيس هادي وكنت عوال عليه كثيراً نحن من عام 2018 ونحن نصرخ بالصوت الكبير أنه نحن عايزين تفعيل منظومة الشرعية عايزين عودة الرئيس والحكومة وكل أركان الشرعية إلى البلد عايزين تصحيح العلاقة مع التحالف العربي وانتي بإمكانك تعودي إلى اليوتيوب إلى جوجل كل شيء مسجل سمعت ومثقة كل الكلام الذي ذكرته طب أتابعك أكيد يا أستاذ يعني أنت تؤيد تشكيل تحالف إنقاذ وبالوقت نفسه تدعو لوحدة الصف مع شبوي بالوقت الذي إصقصت ثلاث مديريات بدون قتال ألا يوجد تناقض بكلامك؟ دعوة الإنقاذ لم تأتي ضد الشرعية نحن ننقذ الشرعية مما قالت إليه والشيء الآخر كل إنجازات للشرعية على الأرض هي إنجازات لنا نحن جزء من الشرعية ولازلنا جزء من الشرعية وسنظل جزء من الشرعية لأن الشرعية هي الجمهورية اليمنية هي الدولة اليمنية تسقطهم جميعاً؟ لا 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 تسقط الرئيس هذه تسقط الرئيس الحكومة تسقطت انتقالي ما بقيت لا لا الأفراد نحن عندما يخطئ فرد يذهب لكن هل تذهب الدولة؟ هل تذهب الجمهورية اليمنية؟ لا نحن حريصين على الجمهورية اليمنية على سيادتها على استقلالها على قرارها الوطني المستقل اليوم ماذا نرى؟ نرى هناك يوش انشئت تحت سمع وبصر ودعم التحالف لتقسيم اليمنية وهذا ما يمثل المجلس الانتقالي كيف تخسر من اليمن؟ أنا شايفة أنه في الجيش الوطني لا لا لا، الجيش المجلس الانتقالي هذا هدفه؟ هذا كان طعناه وجهتها الإمارات إلى طهر الشرعية اليمنية وهي التي عاقت الحرب مع الحوثية حتى اللحظة وقاموا بإخراج الشرعية والحكومة الشرعية من عدن أنت تابعتي هذا الأمر، نحنا كنا في عدن نمثل حالها أفضل مليون مرة مما هو عليه معين معين أسير وسيّم بيد الانتقالي لم أحدث أفضل حتى الآن، أنت قلت بلسانك أنكم كنتم على مشارف صنعات ثم تحولتم إلى مشارف مديونات مارب بينما الجيش الوطني وهدي وأنتم، يعني جزء من هذه الإدارة والتحول تم أثناء إدارتكم، بس نكون منصفين للناس نحنا كنا نحارب في عدن، نحنا كنا نحارب إنقلاب آخر في عدن هذا الإنقلاب لم يوفر لنا الوقت ولا الإمكانية ولا القدرة لكي نكون جزء من المعركة التي تدور مع الحوثي في المحافظة الشمالية وأنتهت هذه المواجهة بيننا، نحنا والإنقلاب الذي جرى في عدن إخراجنا من مدينة عدن بالقوة العسكرية وبدبابات ومصفحات وصواريخ الإمارات يعني فشلتم، وانتصر الإنقلاب كما وصفتم عندما جاءت القوات العسكرية من شبوة ومن أبين للإنقاذ كامت الإمارات القصف الجيش الوطني على مشارف عدن وقتل ثلاثمائة شهيد وجريح طب، أين التحالف؟ أين السعودية؟ أين المجتمع الدولي الذي يدعم شرعيتكم؟ هم 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 اللي الإمارات اللي ضربت هي دولة في التحالف مش هتضرب للموافقة القيمية شوفي نحنا عدنة ما نريد نقول السعودية رغم أني أنا متأكد وأعرف أنه قيادات الشرعية كانت في غرفة العمليات في الرياض وهم اللي أوقفوا الجيش في تلك الليلة وأوقفوه حتى الساعة عشر اليوم الثاني جاءت الضائرات الإماراتية وقصفتها وأنام عندي أسماء اللي كانوا في غرفة العمليات أثنين من الرئاسة ومعهم السفير آل جابر ومعهم من قيادة القوات المشتركة لما تدخل السعودية وتوقف الجيش على مشارف عدن هي وقيادة الشرعية الموجودة في الرياض واليوم الثاني يأتي الطائرة الإماراتي وقصف الجيش أيش تسمينا هذا؟ هذا يؤكد ما سألناك من قليل هل هذه الدعوة أتت في إطار الصراع الإقليمي على اليمن؟ لا لا الدعوة أتت كدعوة يمنية أصيلة لإنقاذ البلد الآن الخليجيين دولة صالحة والتي تأشرين أياما يعني بدون الآن محمد بن سلمان كان في قطر وفي عمان وهم سدوا والحمد لله نحن ما نريد لهم إلا أن يسدوا فيما بينهم لكن ليس على حسابنا ليس على حسابنا كيف ليس على حسابنا؟ أي شيء الذي ينعكس علينا؟ يعني هو يقولون الدببة الدببة أو القرود يقولون ما أدري أنه لو سدوا أكلوا المحصول ولو تسارعوا وكسروا المحصول فنحن لا نريد لا أكل المحصول ولا التكسيره نحن نريد من أشقائنا أن يدعمونا أن يقفوا إلى جانبنا اليمن ليس مزرعة موز لكي يأتي هذا وهذا اللي يتقاسموها يعني بينهم اليمن هو أكبر اليمن دولة ضاربة في التاريخ في الجغرافيا دولة استراتيجية لا يستطيع أن يبتلعها أحد للسعودية ولا الإمارات لكن أمثلتك تقودنا إلى مثال آخر واليمن أيضا ليس فأر تقارب لتقاربكم يعني في البداية تدعو لدعم السعودية والإمارات ثم تنتقد السعودية والإمارات وبعدا في البداية تدعو لدعم هذه وبعدا تغيروا رأيكم بعد سنتين برضا اليمنين ليس فأر لتقاربكم ليس في إيران لتقاربكم هو الأمر ليس كذلك أشال تغير يا أستاذ لما جاءت إيران إلى صنعة وتلطخت قدران صنعة بالألوان الخضرة بصور الكوميني يعني هذا مشروع لو كان مشروع سياسي كنا بنتعاطى معه ما لدينا مشكلة بدل الحرب هذا الشرسة جدا التي الآن يعني أكثر من ثلاثمئة ألف قتيل يمكن وقريح ومشردين بالملايين ونية تحتية دمرت لو كان مشروع الحوثي مشروع سياسي ربما كنا تعاطينا معه لكن مشروع الحوثي هو مشروع إجلوجي مشروع فارسي ونحن استعنا بأشقاءنا هذول السعوديين والخليجين هم أشقاءنا نحن كلنا عرب وأخوة أعتقدنا أنه أهداف عاصفة الحزن كما أعلنوها سيقوموا بتنفيذها وننهي الإنقلاب الحوثي في صنعة وتعود الدولة اليمنية كما كانت ومن ثم أي فصيل سياسي الميدان موجودة لو أراد عبد الملك الحوثي أن يأتي إلى رئيس تليمان عبر الصندوق ووفقاً لقواعد المارسة الديمقراطية فليأتي لكن عبد الملك الحوثي أتى بصور الكوميني وصواريخ إيران ويريد أن يحكموا الناس بالإصطفاء الإلهي ولكم أتيتم بصواريخ سعودية أو صواريخ إماراتية الآن السعودية والإمارات أدوا الذي عليهم قابوا لكم السلاح قابوا لكم المال ينزلوا يقاتلوا بدالكم مثلاً لا لا أجدوا أين سلاح؟ لا لا كيف؟ غير طبعاً السلاح اللي أجابوها أسمعي السلاح اللي أجابوه مع الانتقال كيف مع الانتقال؟ والموجود معاكم؟ الفريق الروكن صغير بن عزيز والفريق الروكن محمد المقدشي أعترفوا بأن هناك أسلحة نوعية قدمت من التحالف وهم المعنيين أصلاً هم المسؤولين الأسلحة التي قدمت كانت كلها مخربة وعلى ضوءها حصل معدبة أنا ما أتكلم معدبة أذكر سعودية منطقياً صفقات الأسلحة الفاسدة لماذا تقبلكم صفقات أسلحة فاسدة؟ لا أرى كثير من السعوديين من القيادات المهتمة بالملف اليمنيين هي قرقت في الفساد أيضاً مع قيادات يمنية وأصبحت يعني اليمنين أفسدوا السعودين لا لا هم فاسدين كلهم من أول يعني الطرفين تتحدث عن أنتم عن قيادة الشرعية حينها؟ مش قيادة الشرعية كلها لا قيادة الشرعية كلها ولا قيادة السعودية كلها في مجموعة داقل من الناس المهتمين بالملف اليمني يعني مجموعة السعوديين ومقابلهم اليمنيين وهذا أو لا يعني في صفقات سلاح كان فاسد ويعني تحركت السعودية في هذا الإطار وعملوا تصحيح في بعض الأمور لكن سلاح الجيش الوطني ومشتروه من السوب طب أنت متهم بأن كلامك هذا كله عشان تجيب تركيا كبديل للسعودية فما الذي تستطيع أن تقدمه تركيا ذات الاقتصاد المنهك أكثر من السعودية لليمن؟ يا ريت تركيا بدي يا ريت تشتيها أنت تعرفي تراك لما جوا ليبيا كانت الحكومة الشرعية معها شارع واحد بعدين أخذوا ذلك الليبي الآن الليبيين عملوا سلام يعني أظهر تركيا أن ليس لديها مطامح اتفقوا مع أصحابكم وعملوا سلام الآن قادمين على انتخابات رئاسية والوضح في ليبيا يتحل حل يعني تركيا بتجيب لكم أسلحة أكثر من الأسلحة تركيا بتجيب لكم فروس أكثر من أموال ورافضين يدخلوه الشيء اللي يمني لا أصوروها ووثقوها والأسلحة والسماء تتساقط سلاع أسلحة وأموالا كيف يا أستاذ؟ يعني تنكروهم بعد سبع سنين قدموا مبالغ كبيرة ونشرت قبل عشر سنين احتجزوا يوسفينة فيها مسدسات قالوا أن هذه من تركيا وعملوا على هذه السطن هذه غير صحيح شوفي تركيا تدرك حدود تحركها ليبيا طبعا بينهم حدود بحرية يعني هم حوض البحر الأبيض المتوسط سوريا طبعا حدودهم واحدة أذربيجان أيضا هي في أذربيجان هم يعودوا إلى حرق واحدهم وتركوا لكن اليمن بعيد واليمن تعتبره حتى الدول الكبرى مش عضو السعودية ضوء أخضر اشتغلو في اليمن يعتبروه مجال حيوي للسعودية كما هي السعودية مجال حيوي لليمن والسعودية هي صاحبة القدح المعلّة كما يقولون في اليمن نحن نرحب بالسعوديين نحن نريد السعوديين ونحن قلنا للسعوديين أهلا وسهلا نحن وأنتو أشقاء مصالحنا هي واحدة إذا ضررنا أنتم تضررون لكن أشقاء متكافئين مش نحن تحولونا إلى مزرعة موز وتحولوا الإدارة اليمنية إلى مقبرين معاكم بالرياض طب كيف تتفقوا كيف تشتوبنا السعودية تدعمكم وانت تروح وانت وزير نقل ومكان تواجدك في الرياض وتروح لتركيا تتفق مع تركيا لإدارة الموانئ اليمنية يعني تضرر بمصالح السعودية أنت بدأت بالخير لا 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 أقول لك حاجة إذا كان التحالف أغلق موانئنا وأغلق مطاراتنا أشه الموانئ التي أغلقها التحالف ومتى أغلقها منطقيا يعني الناس كمان مشغل بها يا أستاذ أشه الموانئ الذي أغلقتها السعودية مثلا شوفي شوفي البضايع بدل ما تجي إلى ميناء عدن باشرة تروح إلى ميناء جدة هناك يتم فحصها وتجلس الكنتينيرات من أربعة من ستة الشر كثير من البضايع جدها تتلف في جدة رحنا لهم أنا ورحت لهم شخصيا كم مرة يا جماعة جيبوا الفحصين جيبوا لقنة رقابة اللي يفتشوف في جدة جيبوهم إلى ميناء عدن وإلى الموانئ الليمني ويفحصوا البضايع في هذا الموانئ ما فيش أي استجابة الخطوط الدولية كان عدن خط دولي يعني الشركات الكبرى تجي إلى عدن حولوها إلى خط فرعي خط فرعي سواء هذا اللي تجي من جبوتي أو تجي من جدة تنقل لنا البضايع اللي قد تنفح صاول بعضها قد انتهى وهنا يخسر التاجر اليمني واللي يصل من البضاعة تفهمي الطريق من عدن إلى المحافظات كلها محافظات اليمن كان هذا نوع من الحصار أنا قلت لهم قلت لهم أنتم تحاصرون اليمن نحنا لا تستطيع هذا في 2019 شوفي لا تدخل شاحنة ولا سفينة ولا طائرة إلا بترخيص من التحالف كانوا يحصروننا في طب يا هذه الشراكة ما له هذا ليست شراكة هذا وصايا هذه كنا لهم إذا تريدون وصايا على اليمن للوصايا شروط ومتطلبات لا تحسبوننا السلطة مثل السلطة الفلسطينية لا تحسبوا السلطة وأنت وزير وزير الناقل كنت عهد بإنشاء ميناقنا في شبوة ماذا فعلوا؟ لما رحت أنا أريد أن أعمال حجر الأساس صفهم نخباح الطريق بالدبابات والمصفحات وكان ذاك اليوم بتكون مجزرة مروعة في 24 فبراير كما أظن 2018 فرجعنا قلنا لا 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 ننعوكم عشان مطرحوا حجر الأساس لميناء في شبوة لميناء أيوة في شبوة ايش دخل الإمارات يعني تحشد القوة هذا ما تريدنا أن نحملنا ميناء في شبوة يعني لما ضاق الحصار واستمرت معهم بعد هذه الفترة كمان لأنه كانت مصالحك مرتبطة مع الشرعية ولموقف زي هذا أشعد باقي تفعله إذا ما قدرتش أنك تفعل حجر أساس لمشروع وطني زي هذا المشروع شوفي المسألة ليست مصالح شخصية لكن نحن كنا ثارع نحن كنا في صراع على أساس أن أن ننقذ ما يجب أو ما نستطيع إنقاذها للبلد وكانت الحكومة حينها لها صوت والهراي لم تكن حكومة منبطحة كذلك عادكم كنتم تعولوا عليها لا هم أخرجونا في أتفاق الرياض الفقرة الأولى من أتفاق الرياض أخراج كل الوزراء اللي شاركوا في الأحداث طيب نحن دافعنا على الدولة دافعنا عن مؤسسات الدولة فكيف كيف يعملوا كذا عملوا هذا الفقرة من شان يخرجونا وعملوا فقرة في آلية تنفيذ أتفاق الرياض معين عبد الملك تثبيته كرئيس طبعا نحن طلعونا وجابوا هذه الأدوات ويعني شوفوا وضع عدم لكن في ملاحظات كثيرة على أدائك أثناء ما كنت وزير للنقل سنناقشها بعد الفاصل مشاهدين فاصل ونعود إلى الأستاذ صالح الجبواني وزير النقل السابق لا تذهبوا بعيدا شاهدين مرحبا بكم مرة أخرى ونعود إلى الأستاذ صالح الجبواني وبعض الانتقادات التي وجهت له أثناء عمله كوزير للنقل طب سننتك تحدثت الآن عن أرقلات الإمارات المشاريع التي كنت تعملها لكن أنتم كنتم تستخدموا كمان المناكفات السياسية وأرقلتم مشاريع كانت كانت يمكن أن تخدم اليمن بشكل كبير واحد زيارتك لا تركيا يعني الحكومة وصفتها أصدروا بيان ضدك وقالوا أنك في زيرة شخصية وأنت أولا تستفز الأطراف هل يجوز استفزز الأطراف بالطريقة الذي قمت بها أنت؟ نحن بعد ما ذهبنا إلى الرياض واجتماعنا مع الإماراتيين ومع الشعوديين وطالبناهم سنة كم؟ 2019 كم أظن أوكي طالبناهم بأن يعني في موضوع النقل كنا لهم نريد القطوط الملاحية تأتي إلى ميناء عدن بشكل مباشر لأن هذا الوضع الحالي أتعبنا أتعب الرجال الأعمال التجار المستوردين أتعب الموضوع اليمن فلقعتهم من التركيا بس بشكل شخصي لا 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 معك ركومة رئيس حكومة استشيرها لا دعني أكمل لك نريد ثمان رحلات يومية إلى مطار عدن الدولي لكي نستوع بحركة المسافرين الكثيفة كنا لهم نحن لا نريد منكم طائرات ولا نريد منكم فلوس ولا إمكانيات ولا خلونا بس نجيب مواطنينا بطائراتنا من الخارج إلى بلادنا وأشدوا عليك ما فيه رفضوا وصارت بيننا مشدة قوية نحن والإماراتيين حتى السعوديين كانوا إيجابيين إلى حد كبير لم يفعلوا أي شيء حتى إحنا صلحنا المدرجات حق مطار عدن الدولي كانت في الكتيبه إماراتي كتيب 40 دبابات يخرجوا يفحروا المدرجات ويكسروها وبعدين يصيحوا ومطار عدن مكسر ولا يحتمل الحركة ولا يحتمل حركة الطائرات طيب ليش أشهدهم؟ أقول لك بعد هذا أشهدفهم يعني حق ذكره اليمن مثلا أشهدفهم قد تحدثنا فيه كثيرا أو أنت أيوة أيوة أو أنت متحامل عليهم أنا بعدين كانت وجهت لي زيارة من الكويت وبعدين زيارة تركيا مش الأولى أنا الأتراك عملوا لي دعوة لما فتت حول مطار إسطنبول الدولي بس هل هو مهلي أنك تتفق مع تركيا بدون العودة لحكومتك وإدارتك وبما يعارض مصالح التحالف لا لا أفهمي الدعوة عندهم هم بس بعدين غضطوا لأن السعودين ضغطوا عليهم الدعوة موجودة في مكتب الرئاسة وعند رئيس الوزراء رحت هنا قال لي الوزير التركي هذه زيارة مراسيمية لفتتاح المطار ممكن تجينا أي وقت ثاني قلت له تمام وجهوا الدعوة أرسلت الأوراق إلى مكتب الرئاسة وعند رئيس الوزراء وافقوا طبعا ما أحد ما ترضى فميش العمال المشبوهة الذي اتهمت بها في تركيا لما وصلت إلى تركيا ما أنا ما قمت بأي عمل مشبوهة هذا بيان أصدروه ضدك وفي شكوه في نيابة ولا لا يا أستاذ هالخبر سعودي بس حيها ولا لا؟ صلبي عبد الله العليمي إلى أنقرة قال لي يا أخي السعوديين من البارح المغرب إلى اليوم الصبح ما ناموا شي هم حالينا يا أخي نشتي نعمل كنت له يا أخي نحنا دولة ذات سيادة نحنا عمل نجتمع في وزارة النقل التركية أن شكل لجنة مشتركة مننا ومنهم وتأتي وتقيم مرافق النقل من مطارات ومواناة هل استأذنت من رئيس المزارع قبل أن تتفق معهم بهذه اللقنة التي تشكلها أنت والأتراك؟ استأذنت منهم في زيارات كثيرة هم هم يعني هذا استفزاز للحلفاء يا أستاذ هم لا لا أصحابنا هم وش ممانعين لكن الأوامر تجيهم من الأخوان السعوديين والإمارات تعترض طبعا أنت عرفت تعرفي المزايدة اللي كانت قائمة بقى مصراح محمد بن زايد إلى عند أردوان وقاب له عجرة مليار نحنا ما حتى قابلنا ثنين دولار هل تم تحولك إلى النيابة؟ هل قدم هذا كلام فاضي هل استدعتك النيابة؟ هذا حق معين هذا نشير بوكالة الأنباء الرسمية معين معين خلنا نفهم هل تصريحات الدكتور معين؟ تصريحات يعني هوائية ولا في خطوات؟ وكالة الأنباء سبأ نشرت بأنه تم تحولك إلى النيابة مقابل شكوى قدمها الدكتور معين هل هذا صحيح؟ شكوى لأنه معين شوفي من ضمن الذي شاركه في قصف الجيش الوطني في العلم تمام؟ وأنا معي أسماء خمسة مسؤولين يمنيين صرفت لهم مبالغ من الإمارات بعد الضربة ومعي الأسماء يعني مش منطقي أبدا أنه رئيس الوزراء يستهدف اليمنين بهذا الطريقة معك دليل رئيس الوزراء هم وظف هم وظف هم جابوه طب هل استدعتك النيابة هل أرسل لك رسالة رسمية؟ ما من نيابة؟ ما في دولة أصلا يعني كلام حفظ سمعين، لو في دولة وفي نيابة أنا مستعد أن أمثل إمامهم أنا والدكتور معين وإذا لم أثبت كل ما أطرحه عليه عندي عليه ملفات لا لها أول ولا آخر طب خلنا نتكلم عن انتقادات الموجهة لك يعني فيما يتعلق بمنشآت بالحاف اللي لتسهيل وتصدير الغاز يعني المختصين يؤكدوا أنه واحدة من أبرز الظروف الذي لازم تشتغل فيه هذه المنشآة أنه يكون فيه استقرار أمني بينما محافظ محافظة شبوه كل يوم يفير مناكفات سياسية مع الإمارات يعني أنتم تشتغلوا منشآة تشتغل ولا نستخدمها بالمناكفة مع الإمارات؟ لا لا هذه المسألة مش مناكفة أنتم يا الإماراتين إيش تعملوا في بالحاف إيش يفعلوا؟ إيش يفعلوا؟ مش درنا إيش يفعلوا؟ هم جالسين بس بالعسكر كتعضيل للمنشآة هذه المنشآة لو اشتغلت باتجيبنا أربعة مليار دولار سنوياً وهذه المليارات باتعزز العملة وباتخلينا ندفع رواتب الجيش أي حكومة هذه؟ الجيش لسنة ما يقاتل في مهرب ما يجابوا له ولا في السواق لماذا يجيبوا في حكومة؟ لماذا يصرفوا عليكم بكل شيء؟ يقلسوكم بالفنادق ويأكلوكم ويشربوكم ويهندلوكم كمان يا أستاذ صالح هم يصرفوا على المنطقة الرابعة حق اللي أنت قالي في عدن لا لا يصرفوا في دعم بالقيادة الجيش لا 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 يصرفوا لهم مرتبات شهرية لحين ليش؟ ليش ما خليتهمش المنشآة تشتغل عشان نستفيد إحنا؟ وين؟ نحن طالب الإمارات ما أنت خليل المنشآة تشتغل؟ كيف منعتكم؟ هل في أوامر؟ في قرارة أنت لاحظناك تتكلم يا أستاذ ما فيش وثائق؟ هم احتلين أنت تقول كلام كبير وخطير ومزعق جدا لا لا هم احتلين المنشآة وانت روح يشوفوا لهم هناك لما تزوري شبوه ذهبيب تحصلينهم يعني والآن طيب ما موقف سعودية من ذلك يعني هم اتفقين على كل أمور طيب خلينا عشان تتضاح الصورة يعني أنت لما تروح للكويت وتتفق معهم تشتروا ثلاث طائرات تم إعادة تعميرها فين أسطولة طائرات اليمنية مثلا أينهم؟ اثنين كيف تشتري طائرات يعني أعيد تعميرها ليش منشتري طائرات جديدة؟ لا 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 أقول لك هذه محجبها من المسادة اللي عليك لا 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 أقول لك هذه كانت أنا قال لرئيس مجلس الإدارة الخطوط الجوية الكويتية نريد منكم رسالة من الرئيس هذي للأمير كان صباح الأحمد أيوه بس ونحنا نعطيكم إياها هدية مجانا مجانا أيوه مجانا بعثت رسالة للرئيس وخاطبت مكتبة يا جماعة جيبوا لنا رسالة الكويتيين بيجيبوا لنا ثلاث طائرات نظيفة اشتقلت من سبع سنوات بس وبنشلها مجانا حتى في أمر طائرة ما يقدروا يفصلوا ما فيش ما فيش ما عطوا شيء ما كتبوا رسالة رسالة واحدة ما قدروا يكتبوها لا تكتب رسالة ولا يكتب قرار ولا يعمل أي شيء إلا بإذن من السعودية أنت متهم بأنه كان وضع الطائرات اليمنية والرحلات الأسوأ أثناء ما كانت وزير النقل وأشهرها طبعا الطائرة التي كان معها مشكلة في العقلات وعانى فيها الركاب أشهر تك هو أشهر القطوط الجوية اليمنية 49% للسعودية 51% لليمن القطوط اليمنية هي شبه مستقلة مؤسس شبه مستقلة ورئيسها يعينها الرئيس مش وزير النقل نحن حاولنا وشكلنا لجنة لتصحيح وضع اليمنية ورفضوا في الإدارة أن ينفذوا ونحن ما عندنا صود الضبط لكي نضبط هذا ونضبط ذاك وانتي تعرفي حتى في أيام الرئيس علي عبدالله صالح كانت في قطوط اليمنية شبه مستقلة ولا تكتب على وزير النقل كانت يعني قطاعية خاصة بس لش ما تفرقش بدل مكاهدة السياسية اللي عملك كوزير النقل يعني في مشكلات سواء بالموانئ سواء بال يعني أنت وعت بمطار الغيظة بافتتح مطار الغيظة ومطار ريان والمطار الثالث مطار الغيظة شغلنا وجبنا مطار عتق مطار الغيظة شغلنا ووجبنا طيارة سعيدة بعدين منعوه تحالو مطار عتقرب منها من الألف إلى الياء بعدين خارجنا من الحكومة قبل أن نشغل خطوط طيارة عليه وهم كانوا سيرفضوا وشغال كانوا سعوديين قالوا بيبنوا مطار في مارب أش أخبر مطار مارب وانت تعهدت وابتتاحه قريبا أسألي ألقابر يعني أسألك أنت المسؤول ألقابر هو طرف مساعد لك لا 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 هذا هم صندوق السعودي روحت إلى مارب وشفت المطار وتكلموا الأخوة في مارب إن السعودي أدت واجبها أنت الذي تعهدت بفتح المطار ليش لم تفتتح المطار إيش اللي ينقصه بينما على فكرة أنت كنت تشارك بفعالية تتشين يعني عربات إطفاء لم تشارك بهذه الحلاص شوفي من المآخذ علينا أننا ما كنا نتأكد قالوا لنا باتجي عربات الإطفاء وباتجي الكرينات هذه كون مدري إيش نحنا قلنا فكرنا بيجيبونا مينة متكامل جاهز إلا وجابونا سيارات ما تطفي حتى غرفة طبنت وزير أنت معك موظفين كيف ما عرفش أنهم مستغفلوك هذه يعني تروح تحتفل وتدشن عربات إطفاء والأنت تشتكي هذا وقد مدحت الإمارات بـ 2019 مدحت الإمارات وأشت بيها وأنت غيري كيف ممكن القمور يصدقك؟ أنا اللي تأسف علي فرقة الرقص اللي جيبناها ترقص تحت السيارات هايش من فرقة الرقص؟ ترقص تابع الوزارة التقافة تحتفلوا بالسيارة؟ ما بش مطارات ولا موانع؟ نحن كنا أبسط شيء يقدمونه أنا لان الامتنان كبير جدا ونوريهم أننا نحن ممتنين لكم لكن طلعوا أصغر مما كنا طبعا أنتم بالخبوع وبالتالي الناس طلعوا عليكم زي ما ما يقولوا في المثل الشعبين من أحنا ظهراء بيركبوه الآخرين طيب تدخي يعني تحركاتك الذي كمان وصفت بأنها مشبوهة في المهراء أنت والدكتور الميسري هذه لا تؤد واحدة من أنواع الاستفزاز للتحالف؟ لا لا نحن مسؤولين في الدولة يعني نستقطب الناس يبنوا ويعمروا اليمن ومش يستعدوا اليمنين نحن مسؤولين في الدولة ونذهب أي مكان في اليمن هذه بلدنا ما لهم دخل وين نروح وين نجي بس روح تتحارضوا تروح تتحالفوا وتجلسوا بالرياض وتأكلوا وتشربوا من خير الرياض وبعدا تروحوا تستهدفوها ولا أكلنا ولا شربنا من خير فين كان مقر إقامتك أثناء ما كنت وزير ما أجلس في الرياضة لا كنت في عمان أنا روح الرياضة إذا رحت زيارة خمسة يوم أسبوع ورجعت طيب ليش رحت المهرة تحرض المعطسين لا لا ما رحت تحرض أنا رحت المهرة زورها التقيت بأفراد أنت عارف مني كنت بالمهرة وكثير قالوا أنك التقيت فيهم وكان كلامك تحريضي ضد التحالف لا 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 لم يكن تحريضي نحن كنا نحرص على السيادة على القرار الوطني المستقل ونقول للناس أنه نحن دولة ذات سيادة لن نتنازل عن سيادتنا وعن قرارنا الوطني المستقل لأي حد طبعا لو قلنا للسعودين تنازلوا عن جزء من قراركم حتى لو قلنا هذا القرار لا يصلح مرح مدير مكتب الرئيس بغاوي موتونه على كلمة في خضاب من الذي مسكه؟ السعوديين من السعودي من السعودية؟ ما كده هو فهم؟ أنت توقيت تهم توقيت تهم للسفير السعودي القابر بينما لو فينا ربع الوطني الذي عنده الرجل يدافع عن بلده ليش إحنا ما ندافع عن بلدنا بنفس الطريقة؟ ما رأيك بالمشاريع الذي يقوم فيه البرنامج السعودي للتنميع وإعادة الإعمار؟ لا مشاريع بمليارات الدولارات المدارس والمستشفيات شفناها بالمهرة بأعيننا شفناها بحضر موت كلها دعاية لا في هناك مشاريع قائلة مشاريع بصيدة أنت كذا متحامل يا أستاذ مشاريع بصيدة وصغيرة واللقنا الخاصة لقاسة تشقي على كثير من المسؤولين والقيادات لقنا الخاصة لقاسة 60 سنة تشقي علىها طيب يعني كيف نقول السعودية بالأخر ما قدمت شيء؟ أنا هنا أمثل الآخر على فكرة بعد كيف نقول إنما قدمت كل شيء وهي تقدم من اللقنا الخاصة من مؤسسة الملك سلمان من البرنامج السعودي يعني عشان تكون منصف والناس يسمعوك ويأخذوا كلامك كمانبومة متكامدة شوفي السعودية قدمت الكثير لكن ذهبي لجيوب أشخاص سواء في عهد علي عبد الله صالح والأهود السابقة أو في عهد الشرعية الحالية قدموا فلوس لكن ربما ذهبت للأشخاص هم تقسموها مسؤولين سعودي يعني فيه إدارة بتوزيع الأموال والدعم يقولون 18 مليار من السعودية و18 مليار من الإمارات إنهم قدموها في اليمن دولار هذا المبالغ لو حقيقية كنا اليوم في وضع مختلف لكن أين هي المليارات تذهب لأشخاص طب أنت تذهب لا إذا إذا أنا مش عارف يعني كم عدد كم المبالغ اللي يعطوها لكن لو عطوا مبالغ هي ذهبت للأشخاص أنتم كنتم مسؤولين الآن أنتم معارضين وضحوا للناس الحقائق بدون تحامل يعني أنت لو أنصفت الإمارات والسعودية وذكرت عيوبها وإيقابياتها بتكون أكثر إقناعا لا أقول لك السنة الأولى الإمارات اشتغلت من أبدع ما يكون لكن لما وصلت الدبابات 2015 أيوة تحرير مش 2015 تحرير عدن نحن للأمانة والإماراتيين أي وحدة عسكرية يشكلوها يشكلوها على أسس مهنية وأسس عسكرية بتحليل مناطق من الحوثيين لكن لما قلنا للبناء لا شوفي لما وصلت الدبابات الإماراتية إلى كريش الراهدة قالوا وقلاص الحدود الشضرية القديمة نحن مهمتنا إلى هنا وإلا كانت تواصل المحافظة تعز التابع للحوثيين وحمود عباد ذك كان في ذمار تواصلوا وقالوا نحن بنا نسلم هذه المحافظات بهدوء بسلام ما نشتيش نحن ندخل في سراع لو استمروا كنا حررنا صنعة ذيك السنة لكن قالوا لا نحن مهمتنا إلى هنا وهنا بان المشروع الذي تشتغل عليه الإمارات طيب في يونيو 2020 أتهمت أن السعودية أتهمت السعودية بتسليم سقطرة للإمارات هل يعقل أنه بلد كبير وعظيم كاليمان يبتلعوها الناس مسهولة ولا بس تستخدموا تصريحاتكم لإثارة المشكلات هو شوفي في سقطرة نزلوا يعني عملوا إنزال إنزال دبافات وإنزال عربات وأنا قلت منه الإمكانيات الكبيرة هذه قدهم زي أمريكا فذهب وكان الدكتور بندقر ممجود رفض الخروج من الجزيرة حتى خرجه تمام الإمارات لديها أطماع في الجنوب عاوزة تعيد تقسيم اليمن كما ما كان في السابق هذا أمر واضح لماذا السعودية تقبل بهذا الأطماع إذا أصدرنا كلامك سهيل السعودية هناك في إشكالية نحن السعوديين لا أعتقد أن من مصلحة أمنهم القومي أن يتكسمنوا لكن التصرفات السعودية والسلوك السعودي على الأرض يقول أنهم متواطئين مع الإمارات وهذا شيء غريب كث متواطئين واتفاق الرياض أليس اتفاق الرياض واحدة من أشكال حرص السعودية على الوحدة الرياض هو تشريع للمجلس الانتقالي كيف تشريع والحكومة معرقلة حتى الآن رفضت الحكومة تعيين محافظين من المسؤول عن العرقلة لا 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 هو شوفي بالاتفاق الرياض ينفذ الشق العسكري والأمني في البداية أيها بعدين يأتي الشق السياسي هم رفضوا وقالوا لا يمكن أن ندمج جيشنا مع الجيش الوطني ولا يمكن أن ندمج أمننا مع الأمن ورافضين والآن شوفي في عدن حزمة أمنية وبوات صاحقة والوياع عسكرية وما إلى ذلك فكيف يمكن الاتفاق الرياض أن يكون واقعا يعني أن يتم تحقيقه أشار خطواتك وليس فقط مك بتوحيد لإجهزة العسكرية والأمنية توحيد إجهزة الشرعية مع إجهزة المجلس الانتقالي وقدهم إجهزة من الحكومة وينفذ اتفاق الرياض وتعود الحكومة بكامل طاقة معك حكومة تحكم مش يعني سجنة مع المجلس الانتقالي هذا إذا تم هكذا فليغير أي محافظ ولا أي مدير ولا أي حد لكن ما دام المجلس الانتقالي يملك جيش رئيس الأركان الإماراتي يتبجح أنه نحن معانا 200 ألف عسكرية من دناهم وهذا صحيح عندهم يعني عساكر عندهم ألوية عندهم دبابات عندهم صفحات الجيش السلحة التي مع المجلس الانتقالي تفوق وقل لي مع المجلس الجيش الوطني أربع مرات طيب ليش ما يكونش الخلل من عندكم تصريحات فقط يعني أنت كنت هدت بتشكيل مجلس عسكري وإزاحة الانتقالي وما تمشي حتى الآن صح؟ لا لا أنا ما صرحت لا صرحت وين قولي لما كنت والدكتور الميسر في عدم وهدتهم بإزاحة الانتقالي وبتفعلوا وبتتركوا ولا تمشي وطالبت كمان بإسقاط رئيس الحكومة قبل سنة وما زال الدكتور معين موجود نحن قلنا الدفاع عن الدولة هو واجبنا وقمنا بهذا الواجب حسب قدرتنا طبعا لم تكن لدينا دبابات ولا مصفحات ولا مذافع مثلهم ومخرجوا أربعمائة مصفحة في آخر ليلة في عدم اتسحت المدينة كلها يعني حتى الإماراتيين شاركوا ومشاركا بجيشهم الذي كان فيه معسكر التحالم وبالتالي نحن خرجنا طبعا اللي يجو حسب فاقر رياض أن الإمارات تطلع أو زي كذا جو السعوديين إلى عدم طيب ايش عملوا السعوديين لتنفيذ اتفاق الرياض وهم داخل مدينة عدم إذا الإماراتيين خرجوا طيب أنتم يا سعوديين وأنتم قيادة التحالم ليش ما تنفذون اتفاق الرياض هنا هذا يضح ضلال من الشك على الموقف السعودي طبعا نحن طالبناهم طالبناهم نفذوا اتفاق الرياض ونحن معاكم يعني أحد الأسئلة التي أثيرت يعني أنه نحن متحاملين على الجماعة الناس وقهوا خناجرهم إلى ظهورنا إلى بنادقهم إلى صدورنا يعني هذا الجيش إنشئ ضدنا نحن أنت تعرفين كانت كل يوم مظاهرة في عدم ضد الدكتور بن دبر لما جامعين أول أمس يعملوا بيان أول أمس يعملوا بيان يقولوا يا معين يقول لنا من لي عرق العمالك أنت تنتقل لنا شوف الآن الصورة مرعبة وسوداوية ومؤامرات ومعانا وتنتقد رئيس الدولة تتهمه بأنه فاشل وتتهم رئيس الحكومة بأنه فاسد وتتهم السعودية بأن لها أطماع والإمارات أيش الحل أيش اللي عملتن أنتم كمان غير الكلام خلال الثلاثة سنوات أنا دوري أوجيك لك كيف الوضع في الإمار أنا اللي حاورك سيئ جدا سيئ جدا تتكلم الآن تتكلم الآن جب لنا حلول الآن جب لنا حلول والقبهة الإنقاذ أو تحالف الإنقاذ اللي أنتم تشتغل عليه الحل هو إسكارة هذه الحكومة وتغيير هذا الأجير الموجود في المعاشر هذا أولا الشيء الثاني عودة الرئيس تقسد الأجير في المعاشر تقسد الدكتور معين تقسد الحكومة طبعا هو أيش هو أجير مجرد مخبر بس هل يريق أنت تتحدث على رئيس حكومة أنت كنت عبو فيها أو كنت وزير فيها بهذه اللاجئة طبعا وأنا واجهتها شخصيا يعني مواجهة بيني بيني وأصدر قرار بإيقافي وهو لا يمتلك الشرعية الدستورية مثل هذا الإجراء طيب إقالة رئيس الحكومة ثانيا تشكيل حكومة جديدة حكومة حرب وإنقاذ الشيء الثاني عودت الرئيس وكل أركان الشرعية إلى اليمن ما يفعله في الرياضة سبع سنوات ما يفعله الشيء الثالث عادة هيكلة الشرعية الشيء الرابع تصحيح العلاقة مع التحالف إذا قاموا بهذه الأربع الأمور أنت حتشوفي الوضع سيتغير كيف جبهات الإنقاذ ممكن تحقق الأربع الأشياء غير الهدار والانتقادات والتحريض وسائل الإعلام الذي لاهي مع الشرعية ولاهي ضد الشرعية شوفي لما أنت تشوفي بلدك يسكت شعبك يذهب إلى المجاعة مناطقك تسكت في يد الإيرانيين يعني من واجبك حتى ترفعي الصوت للإنقاذ حتى رفع الصوت وحده مهم أما أن نجلس نتفرج كلنا على ما يحدث في البلد هذا شيء مخزي جمهة الإنقاذ لن تكون لأسباب شخصية قال لي ما انتقدش السعودية عشان تركيا ولا انتقد الإمارات لأقل قطر هل هذا وطني مثلا أنت متهم أن قطر تدعمك يا أستاذ يا ريت تركيا وقدر باتجي تدعمنا يا ريت يعني ما عندكش معنى بعد كل اللي بذلوا التحالف وانت ذكرتهم ومدحتهم ألا أنتش خلفاء قدد يا ريت قولك بس هم ما يشتو يقولوا هم ما يريدون لا معرفنا مشتو يقولوا وصرحوا تصريحات كثيرة أنا أدعوه بما فيها مستشارك أنا شخصيا أدعوه وبعدا ترقعوا تشكو تبكوا ودعيتم الإمارات والسعودية وبعدا أغتصبونا وما إلى ذلك والآن تدعو تركيا وقطر هل اليمن أصبحت فأل لتقاربكم ما ينفعش هذا الكلام لا لا هو شوفي اللي فعلته السعودية والإمارات في اليمن شيء فضيح فضيح جدا لا تركونا نحن نقوم بطريقتنا الحوثي ولا جدوا معنا حتى نتحرر بس الآن بدأت اليمن تتعافى وبدأ فيه دور لرئيس الوزراء حتى تغيير محافظة البنك المركزي البعض يرى له بأنه خطوة إيجابية ما رأيك أنت بتقيم محافظة أبي أستاذ أحمد غالب المعبقي عن أي يمن تتحدثين نايت عافق هذا اليمن الذي أنت تتحدثين أنا مش موبين ما مش أي أمال يعني بالنسبة لله لماذا النظرة السوداوية هذه لا لا بالحين نحن نتكلم حقائق وقايا بتعيين محافظة قديدة للبنك المركزي وكأنه فيه إجمع أنا أعرف أن أستاذ أحمد غالب هو شخص محترم شخص ممتاز وكفاءة لكن البنك موجود فيه عدن وعدن تحت سلطة غير سلطة الدولة اليمنية عدن لا تحتكم للرئيس هذه ولا للحكومة اليمنية عدن فيها المجلس يعني مشكلتك مع الانتقالي لا وطبعا كيف هذا حقا حقم التناقض واني أقرأ سيرتك الذاتية لا يعد ولا يحصر أنت كنت مع الانفصال وكنت مستشار في السفارة اليمنية في جيبوتي وطلبت حقا اللقاء السياسية وبعدن تحولت إلى وزير للنقل نحن أقول لك حبي أشحك التناقضات أنا أقول لك شي في 94 مقتاح الجيش اليمني المحافظات الجنوبية أنا قلت الحرب كانت بين الحزب الاشتراكي والقادة الدستورية لليمن لكن الحرب اللي شنت على الجنوب هي بعد الحرب العسكرية أجلوا الشركات والمصانع والأراضي وبلوكات البترول يعني جاءت هذا خطأ علي عبدالله الصالح اللي دفعت منها للأسف ما هي الخطأ اللي كان المهم تبرر نفسك بكلهم غطان لا 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 سمعي أنا أكره الظلم طيب ذيك اللحظة نحن وقفنا ضد هذا الاتجاه من بعد حرب قبعة ورسفين تمام؟ يعني كنت مع الانفصال تشيل يمن تقسم إلى قسمين لا لا الانفصال هذه دعوة متأخرة لما رفعوا شعار الانفصال وأنا جدناه في جيبوتي في السفارة اليمنية لأنه نحن بدأنا المعارضة في وقت مبكر وبعدين شتتونا حد سجنوه حد خرجوه الخارج حد دعموه هذا يدعمه هذا يدعمه هذا يدعمه طبعا بالحراك بعدين لما جاء الحراك أنا كنت في جيبوتي لما جاء الحراك كانوا يدعموا علي عبدوه يدعم فصيل طب ليش طلبت حق اللقوة السياسية؟ حميد الحراك وهل يليق وهل يليق بدبلوماسي يمني أنه يطلب حق اللقوة السياسية؟ ألا يعد هذا خلال قيمي سمعي أنا كنت أعرف أن الدولة ستناع أنتقد ذاتك لا 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 أنا أقول لك واقعة أنا جيت لها صنعة وقبلت الأفندم غالب القمش وهو شخصية ممتازة جدا لإسبياء هذا الأمن السياسي نعم قلت له يا أفندم هذه الدولة ستوبع قال لي كيف ستوبع؟ قلت أنا أرى شرخ زي العمارة مشروخ من فوق لأتحت حتى الترميم شوف ما بينفح معها لابد من إصلاح جوهري قال لي الإصلاح الجوهري يشتي تضحيات تريدنا نحن نعمل زي ما عمل الحزب الإشتراكة في الجنوب قلت بنا الدول يحتاج إلى أن تقوموا بشي أشي أشي ولا سينهار سينهار المعبد على الكل في 2016 تصلبي لحظة 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 طلب تعتقل الناس مثلا لا لا أنا قلت له وص الرسالة الرئيس أنا طلبت منه في 2016 تصلبي من ماليزيا هو بايدر بالإتصال وأنا في لندن 2016 2016 حوالي نعم صالح كيف حالك وأنا عرفته أنا أحترمه جدا قلت له مرحبا مرحبا أفندم أفننتكلم قال من ماليزيا قلت الحمد لله تساوينا أحدنا لاجئ في الغرب والآخر لاجئ بالشر ونهارت الدولة قال لي والله قلت كنت بتتكلم كلام صحيح وقلت له نحنا كنا نشوف الخراب اللي حاصل والهذا أنا طلبت اللجوء السياسي إلى بريطانيا أنا ما كنت شتي رجع للدولة وأيضا ما كنت شتي عارض الدولة بس رجعت كوزير بعدها من مستشار بسفارة إلى وزير إلى وزير هذا شفي أنا في لندن وقفت معه بعد ما نجح مؤتمر حوار الوطني نحنا تواصلنا مع قيادة المؤتمر أنا تواصلت والدكتور عبدالله لم لس موجود وكان مقرر المؤتمر قلنا له إذا وصلتوا إلى حل الأقاليم نحنا معاكم نحنا الآن نادي بالدولة الجنوبية المستقلة لكن إذا توصلتوا إلى حل الأقاليم هذا حل لليم كلهم الوقت داهمنا معنا دقيقتين قل لي كيف ترى المصالحة الوطنية بين كل الأطراف بدون الكلام المكرر يا أستاذ تطرح كلام قريع على كل الأصعداء صالحة الوطنية أول سلام أول نحقق السلام قبل المصالح الوطنية السلام أن تتوقف الحرب وأن يبدأ اليمنيون في التفاوض حسب المرجعيات المعروفة للسلام التي تتفاوضوا حولها في جينيف وفي الكويت وفي مناطق أخرى وبعد ما نوقف الحرب ونبدأ مفاوضات السلام المفاوضات هي البداية للمصالحة الوطنية بين كل الأطراف طيب كيف ترى الدور المؤتمر الشعبي العام في عملية السلام القادمة؟ والله المؤتمر الشعبي العام أنا أتمنى أن تتوحد كل أجنحته ما هو جنح يتبع الرياض وجنح يتبع ابوظبي وجنح موجود في الكاهرة مقسم زي الشرعية؟ للأسف الشديد يعني هو المؤتمر أخطأ وجنح في صنعة المؤتمر الشعبي العام لو توحدت أجنحته كله أنا أجزم أنه بيعمل فرق في المشهد كله لكن بهذا تشتت بالحقيقة الواحد يعجز أن يرى دور قوي وإيجابي للمؤتمر في الأيام والفترة القادمة وقد معكم مكتب سياسي الآن ثاني ومعكم كله منوعين الأستاذ صالح الجبواني وزير النقل السعبق شكرا لك مشاهدين سمعتم ورأيتم ماذا قال أحد أبرز الأصوات العالية حول ما يحدث في الشرعية وسمعتم من قبل التحالف وتصريحات أخرى نحن ننقل لكم الحقيقة بلا زخرفة والحكم لكم كونوا على موعدنا الأربعاء القادم الساعة التاسعة وميس اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر